بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين أنا معاكم دكتور طريق الوليلي أستاذ طب الأطفال كل الطب جامعة سكندرية الحقيقة أنا قدت هبتدي كلامي معاكم إزاي لو احنا اتكلمنا الحقيقة العرب بيقولوا دايما إن إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب وهم الناس نفسهم اللي قالوا التعبير أو المثل الثاني دي بيقول خيروا الكلام معاقلة ودل فعلى وحنا اتكلمنا الحقيقة على المستوى العام دلوقتي لكل الناس لكل الأمهات اللي بتقولنا في العيادة اللي بتتصل بينا على التليفون اللي بتسألوا كتير قوي عن طرق الوقاية من الفيروسات في الجهاز التنفس ده يمكن أننا محاير الناس اللي من دول شوية مع وسائل الاتصال الاجتماعي وازاي الناس بتتحور وبتتناقش وبتتناقل أخبار يمكن ما تكونش مزبوطة يمكن ما تكونش موثقة عشان كده الحقيقة احنا حابنا نتكلم نهارده شوية على اللي بيدور في ذهن الأمهات أو بيدور في ذهن الناس عموما على الوقاية من التهابات الجهاز التنفسي وازاي ندافع نفسنا عندنا طبعا المهم هنا في الموضوع لا التهويل بحيث ان احنا نتزعر من القادم ولا التهويل بحيث ان احنا ما ناخدش احتياطاتنا للوقاية لنفسنا والمجتمعنا والناس كلها اللي بيدور في ذهن الناس كلها النهارده على ازاي نحمي نفسنا من الفيروس الحقيقة المنظمة الصحة العالمية حسمت الأمور وحسمت الجدل اللي يحب يخش على مواقع منظمة الصحة العالمية لانه الحقيقة هم عاملين مواقع للناس العادية مش للدكاترة بس بتحذر وتوضح ازاي الواحد يتعامل مع الفيروس اهم حاجة بالنسبة لنا انه هو تجنب التجمعات اللي ممكن يكون فيها احتمال اصابة فيروسات الجهاز التنفسي عموما عالية يعني يمكن المدارس الجامعات الصلاة الاجتماعات هي دي اللي تبقى فيها تجمعات كبيرة في مكان واحد مغلق ممكن يكون فيه النقل العدوى أسل فتجنب الاماكن دي من حاجات مهمة جدا ان احنا نحافظ عليها ونتوقع ان احنا نتعامل معها بطريقة اكثر حضارية بحيث ان احنا فعلا نتوقف عن ممارسة الانشطة في الاماكن دي لفترة مؤقتة على الاقل اللي هي فرطة انتصار الفيروس الناس اللي هم جايين من الاماكن المتوقع ان يكون فيها نسبة الفيروسات عالية اليومين دول لازم يتجنبوا الاتصال ولو ظهر عليهم اعراض في اي وقت لازم ادور على خدمة صحية توفر لي ان انا اشخص او ابتدي اتعرف على وجود الفيروسات المختلفة معايا غسيل الايدين الحقيقة من الحاجات المهمة جدا جدا لان الفيروس نفسه ممكن يقعد على الايدين لفترة من تمانية لعشرة ساعات لكن طبعا انا لو غسلته مباشرة بعد التعرض يبقى انا كده ضيعته خالص والغسيل يساوي ان انا هغسله بالماء والصابون لمدة على اقل عشرين ثانية ودي طبعا مدة كفاية قوي ما هيش حاجة كبيرة وماش حاجة صغيرة بحيث ان انا اضمن ان كل السطح بتاع الايد واللي بين الاصابع بالذات والازافر تبقى قصيرة ومقلمة بحيث ان انا كالامهات والاطفال تنقن لها لهم التعامل مع العادات الصحية الطبيعية جدا بالنسبة لحاجات يمكن من الاسئلة اللي تسألت كتير قوي في اليومين دول طب نسأل نلبس جوانتيات ولا انا بسه شايف ابو ام جايين معاهم طفلهم ولبسين جوانتيات وما بتعاملوا معا اه صح ناصبت الحماية بتقول للناس اللي هم بيتعاملوا مع المرضى وبيتعاملوا مع الاصطح الملواسة اه طبعا نلبسوا جوانتيات لان لو اللاتيكس جلابس دول الحقيقة مشكلتهم انهم بيحتفظوا زي الاصطح الملسة لمدة اطول حتى كمان على السطح الاملس ده اه فانا بالطريقة دي لو انا استخدمت الجوانتيات وبعدين لمست منخيري لمست عيني يبقى انا في الحالة دي اه نقلت الفيروس بطريقة مباشرة قوي للاماكن دي كان احسن ان انا اسيب ايديه لما بيتعاملش لا مع مرضى ولا مع اه خدمة صحية واخصلها كويس قوي من المياه والصابون لما يكون فرصة التعرض او حتى التكرار اللي لو انا لمست اسطح متوقع ان يكون عليها اي افرازات ولا لا اه برضو نفس النظام اه على الماسك هل انا مطالب ان انا طول الوقت ابقى لابس ماسك عشان اه انقل العدوى لا هو بينصح ان اللابس ماسك ده اللي هو عنده فرصة ان ينقل العدوى اللي حواليه او انه هو هيخش في مكان قريدي فيه نسبة عدوى عالية لكن الانسان الطبيعي اللي في المكان المفتوح اللي مفهوش فرصة للعدوى مفيش اي معنى خالص انه يتعامل مع الماسك ده برضو بنظام الصحية عامية بتوجيب على التساؤل المهمة قوي هل الفيروس ده ممكن تتنقل عن طريق الاكل والشرب ولا لا لا مفيش اي دليل علمي يقول ان الفيروس ده ممكن او الفيروسات عمومة بتاعتجاز التنفوسي تتنقل عن طريق الاكل والشرب ولكن هو اللي يقولوا عليه الطهو السليم انه لما اتعامل مع الحاجات اللي هي الفراش اغسله كويس قوي الحاجات المطهوة اطهوة بطريقة بعناه بحيث انها تتعرض لنار لفترة كافية الحاجات بقى الكلام اللي احنا سمعناه كتير قوي طب الواحد لو اخد التوم على الصبح هل التوم ده ياخد ضد الفيروس طبعا كل ده كلام الحقيقة اشاعات او عادات ما لهاش اي علاقة خالص باليعني المعلومات العلمية الموسقة الحاجات التانية الحقيقة اللي الناس بكتير قوي بتتجاوب عليها طيب انا دلوقتي لو انا عندي حرارة هل انا مفروض ان انا اروح اعمل تاست علشان الفيروس ولا لا طبعا التاست مع الفيروس مكلف والحقيقة المصابة الصحيحية بتحتم ان التاست للفيروسات اللي هي حاجة زي الكورونا تبقى موسقة وفي هيئة واحدة ما تبقاش متعددة الهيئات عشان ما يحصلش تضرب في المعلومات ويبقى فيه تسجيل واضح لنسبة الفيروس في المحيط اللي حوالينا لا مش كل واحد عنده حرارة مطالب ان هو يدور على الفيروس ولكن على الاقل يعمل زيارة صحية لمكان موصوق فيه بحيث ان هو يدور اذا كان فيه سبب واضح لارتفاع درجة الحرارة وهدر الحرارة دي مستمرة الفترة هالمصاحبة فيها كحة متهيجة متسببة في اضطراب في التنفذ بتاع الشخص ده في الحالات دي اه فعلا نبقى احنا محتاجين احنا ندور ونوصق بالذات لو كان مخالط لناس جايين من اماكن فيها احتمال لنسبة العدوة عليها لان حتى النهاردة احنا نتكلم على 16 مارس لنسبة العدوة في مصر من البلاد الاولئية للحية الحمد لله وربنا يكمل معانا بالخير الحاجات التانية الحقيقة في ناس عندها اوتاتوكلاب طب الناس اللي عندهم اوتاتوكلاب دول هل ده هيأثر على الجهاز التنفسي بتاعهم الا لا نقول اه الناس اللي عندهم اوتاتوكلاب ممكن يأثر بالذات للناس اللي عندهم حساسية في الجهاز التنفسي هيتأثره بوجود الباتس في البيت يعني ولكن هو لا ينقل الفيروس يعني مفيش علمية لحد الوقتي ان فيه حيوان في النص ناقل الفيروس من الانسان للانسان فبالتالي هو الباتس لا تنقل الفيروس لكن طبعا زيها زي الاسطح ممكن لو هي متعرضة لواحد عنده تابات في الجهاز التنفسي يتنقل الفيروس على شعرها وتبتدي بالملامسة اللي معاه في الحقيقة الحقيقة كل دي التساؤلات بنسألها كل يوم وازاي نتعامل معاها طب الغسيل الغسيل ده بكحول ممكن طبعا لو الكحول سبعين في المية متوفر ما فيش مانع ان انا اطهر به ايديها لو مش متوفر يبقى والمية والصابون ومش لازم اي صابون معين ولكن هو اللي نقول عليه ميكانيكالوش ميكانيكالوش يعني هقصل بطريقة بمية جارية بطريقة كويسة قوي امتى اروح للدكتور طبعا لو انا لاي سبب بقى مش لازم يكون هو ده السبب الوحيد اللي انا ادور فيه على الخدمة الطبية ولكن عشان استبعد وده المخالطين لو فيه فرصة لحد مكتشف عنده هو ده الحقيقة هنا المخالط اللي هو ايجابي بالضرورة يعزل لمدة 14 يوم اللي هي فترة الحضانة حتى لو ما كانش عنده اعراض حد في هذه الفترة والمخالطين له لازم يبقوا متباعدين والتعامل معايب على قدر الامكان من غير يعني زائد عن الحد علشان ما ينقلوش العدوى او الفيروس للناس تانيين لانه ممكن يبقوا في فترة الحضانة مصاحبين للفيروس لفترة طويلة الحقيقة يمكن هنا في الاخر بنوصل لان احنا بالضرورة لا هنهول بحيث ان احنا نبقى عايشين في زعر زي ما احنا بعض الناس الحقيقة طول الوقت بتكلموا على التليفون وبيسألوا طب انا ابني كح طب انا ابني منخير ومرشحة طب انا ابني الحار طب ايه الاحتمال الاصابة بالفيروسات ايه طبعا في عندنا مئات من الفيروسات اللي تصيب الجهاز تنفسه العلوي وكلها ممكن زي احنا بنقول سيلف ليمتد يعني الفيروس هيوعد اكد حدته والجسم يتغلب عليه والعلاج بتاعنا كله علاج عرضي ما هواش علاج ما عندناش دوى مضاد الفيروس والمضادات الحيوية لا تتعامل مع الفيروسات لا تقتل الفيروسات على الاطلاق فبالتالي احنا مش محتاجين احنا نتعامل مع المضادات الحيوية بطريقة عشوائية لازم تبقى طريقة منظمة وطريقة موفقة من مركز طبي موصوق فيه يقول لنا ان هنا الالتهاب بكتيري يحتاج المضاد الحيوي المتخصص او اللي هو قادر على القضاء على الميكروب او البكتيريا الخاصة لكن الفيروسات عموما ليس لها مضاد بالنسبة لنا وطبعا مضادة الفيروسات حتى محدودة جدا في قدرتها على التعامل مع انواع معينة من الفيروسات مش معناها اننا الدواء بتاعي مضاد للفيروس يبقى هيقدي على كل الفيروسات لا ده هو متخصص في انواع معينة من الفيروسات وبالتالي ما اقدرش اتعامل معها في المشاعب فلازم ده الحقيقة الرؤية تبقى واضحة جدا بالنسبة لنا كأطباء بنتعامل مع المرضى بتاعنا كل يوم يبقى فرص الإصابة بالعدوى تبقى أقل النظافة الشخصية وبالنسبة للمقدم الخدمة الصحية تبقى أعلى بالنسبة لهم لأنهم محتاجين أنهم يعملوا هاندووش طول الوقت الكونديشنز اللي حاوليهم كلها تبقى في حالة مضمونة أنها ما فيهاش فرصة لنقل العدوى بالذات زي ما اتفقنا أن الرزاز المتطير من المريض أو المحتفظ بالفيروس ممكن يفضل على الأسطح لفترة طويلة توصل من 8 إلى 10 ساعات بالذات لو كان السطح الأملس الأسطح اللي هي غير ملساء اللي هي المسامية دي ممكن في فترة سيارة تختفي من عليها الفيروس لكن الفيروس ممكن يقعد على الأسطح ملساء لحد 10 ساعات فبالتالي أنا كل ما تيجي فرصة أن أنا أنظف بساء المطهر يعني فيه ينصح استخدام الكولورين المخفف بحيث أن أنا أمسح بيه الأسطح وأقضي بيه على الفيروسات في معدى زالي الحقيقة إحنا فإحنا محتاجين إحنا نوعي الناس أكتر نوعي الدكاترة أكتر نوصل معها بعد لمرحلة أن إحنا نعدي الأمور دي بسلام إن شاء الله وربنا يحفظنا كلنا وندعا ربنا أن يحفظ بلدنا ويحفظ أمتنا كلها ويمكن هما الحقيقة منظمة الصحر العالمية بتحط بتقول هما 3P يعني هنا احمي نفسك احمي من تحب واحمي مجتمعك وبلدك والعالم كله شكرا جزيلا ونشكركم وعلى وسع صدركوا لاستمعنا شكرا